عزيزي طلاب الصف السادس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنشرح اول درس مقرر علينا في اللغة العربية والدرس بعنوان مفتاح النجاح. في الدرس ده هناخد مجموعة عناصر لابد من توافرها حتى تعين الانسان على النجاح في الحياة. دعالوا نقرأ الدرس بتاعنا النهاردة ونشوف العناصر دي عبارة عن ايه? اول حاجة بيقول لي مواجهة عقبات الحياة وعدم الاستسلام لها. يواجه الانسان في مراحل حياته عقبات كثيرة. عليه ان لا يستسلم لها. وهو يتطلع الى المستقبل. ويحلم بالنجاح. فالنجاح هدف الانسان. ولكن الوصول الى هذا الهدف يحتاج الى مجموعة عناصر. تعينه على مواجهة الحياة وتساعده على الوصول الى النجاح. وهذه العناصر الستة مفتاح النجاح الحقيقي وهي. او العنصر من عناصر النجاح. الثقة بالله والثقة بالنفس. فلا يقنط الانسان من رحمة الله ولا يستهين بنفسه او بالناس. لان الانسان طبع على الخير. والثاني التواضع. فمن تواضع لله افتفعت منزلته في النفوس. وهانت ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه. الثالث المسئولية. إذ ان لكل فرد من افراد المجتمع مسئولية عليه ان ينهض بها وان لا يقصر في ادائها. والرابع المهارة. فالناجحون ماهرون في اعمالهم. يكونون دائما على اتم الاستعداد لدخول اية تجربة ومواجهة اية صعوبة. ويتميزون بقدرة فائقة على قبول كل جديد وعلى تغيير كل قديم. تكون هناك ضرورة لتغييره. ويؤدون عملهم على احسن صورة ويكونون منتجين. الخامس الابداع. فالناجح يملك دوما قدرة على الابتقار والابداع. فلا يفكر الا في كل جديد ولا ينشغل الا بكل مفيد. والسادس الإصرار. فالناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وانما يمضي قدما في تنفيذه. واسقا بقدرته على الوصول الى هدفه. لا تقف طموحاته عند حد لانه يملك روح التحدي والمنافسة. بعد ما قرأنا الدرس هنأخذ معاني الكلمات الموجودة في الدرس. كلمة يواجه معناه يقابل وتصدى. عقبات معناها صعوبات. استسلم معناها ينقض ويخضع. يتطلع الى معناها يطمح الى. يحلم معناها يتمنى ويرجو. هدف معناها غرض ومقصد. تعينه معناها تساعده. الحقيقي معناها الحق. الثقة معناها اليقين والاطمئنين. يقنط معناها ييأس. يستهين بمعنى يستخف بالامر. طبع بمعنى خلق وفطر. تواضع لله تزلل وخضع. منزلته مكانته ومرتبته. تكبر تعالى وتعظمها. هانت صورته يقصد بها ضاعت منزلته. ينهض معناها يقوم. يقصر معناها يتهاون. آدائها بمعنى القيام بها. المهارة معناها البراع والإطقاء. ماهرون معناها بارعون ومتقنون. أتم بمعنى أكمل. يتميزون يتفردون. فائقة ممتازة. صورة هيئة. دوما معناها باستمرار. قدرة بمعنى طاقة. الابتقار معناها الاختراع والإبداع. الإصرار بمعنى السبات. يتردد معناها يتراجع. الصائب معناها الصحيح. يمضي معناها يسير. قدما بمعنى إلى الأمام. طموحاته بمعنى تطلعاته وأهدافه. حد بمعنى حاجز والمراد هنا منتهى. المنافسة معناها المسابقة. ودلوقت هنشوف قدامنا الكلمة وجمعها. زي ما احنا شايفين كل كلمة قدامنا والجمع الخاص به. هننزل كمان هنشوف الكلمة ومفردها. زي ما احنا شايفين. عشان ما تاخدش من هنا وقت في القراءة. بعد كلمة بعد كده الكلمة ومضادها. زي ما احنا شايفين قدامنا. النعمود التاني. دلوقتي احنا هنشرح درسنا النهاردة في صورة سؤال وجواء. السؤال اول بيقول لي ماذا يواجه الانسان في حياته وكيف يتعامل معها. احنا قلنا في الدرس ان الانسان في حياته بيواجه عقبات وصعوبات كثيرة. ويجب طبعا ان هو يتعامل معها ازاي? ان هو ما يستسلمش ليها وهو بيتطلع الى المستقبل. ينبغي ان هو ما يستسلمش لهذه العقبة. طيب ما هدف الانسان في الحياة؟ كلنا عارفين ان هدف الانسان في الحياة النجاح. وماذا يحتاج الانسان للوصول اليها؟ عشان الانسان ينجح ويصل الى النجاح بيحتاج ايه؟ بيحتاج الى مجموعة عناصر اللي احنا بنسميها في الدرس عناصر النجاح. العناصر دي بتعيني الانسان وتساعده على مواجهة الحياة وصعوبات الحياة. وبتساعده على الوصول الى النجاح الحقيقي. على ما طبع الانسان. يعني الانسان ربنا خلقه على ايه؟ الإنسان ربنا خلقه وطبعه على حب الخير كيف تكون الثقة بالله والثقة بالنفس الثقة بالله تكون إزاي والثقة بالنفس تكون إزاي الثقة بالله بتكون بأن الإنسان لا يقنط يعني ما ييقسي إن الإنسان لا ييقس من رحمة الله أما الثقة بالنفس في معناها إن الإنسان ما يستهنش بنفسه ولا بالناس ما جزاء من توضع لله وما عاقبة من تقبر عاية الناس جزاء المتوضع إيه؟ وجزاء المتكبر ايه من تواضع لله ترتفع منزلته في النفوس بيبقى له مكانة عالية في نفوس الناس انما المتكبر طبعا اللي بتكبر على الناس بتهون صورته في العيون يعني بتتدنى وبتقل وبيخسر نفسه ما المقصود بالمسئولية وده عنصر من عناصر النجاح وما واجب الانسان نحوها المسئولية هي تحمل الاعباء تحمل الاعباء والقيام بادئها على اكمل وجه يعني انا عليها مسئولية وعليها شيء معين لازم ان انا اقوم به واديه على اكمل وجه وما قصرش فيه فيجب على الانسان ان ينهض بمسئوليته وقال لا يقصر في اداءها المسئولية كل واحد له مسئولية لابد ان يقوم بها على اكمل وجه ما اثر المهارة في الناجح المهارة بتعمل ايه في الناجح المهارة بتجعل الناجح على اتم الاستعداد للخول اي تجربة مهما كانت صعبة يبقى المهارة بتخلي الإنسان مستعد بأنه يخوض أي تجربة مهما كانت التجربة دي صعبة مع أثر الإبداع في الناجح الإبداع بيجعل الناجح ده لا يفكر إلا في كل جديد بيفكر في الحاجات الجديدة بس ولا ينشغل إلا بكل مفيد ما أهمية الإصرار في حياة الإنسان الإصرار بيجعل الإنسان لا يجعله متردد ما يبقاش متردد في اتخاذ القرار الصائب وإنما يمضل قدما في تنفيذه بياخد قرار وبعدين بينفس على طول ما يبقاش متردد فيه قراراته ما القرار الذي يلاقي تردد الناجح في اتخاذه هو القرار الصائب الصحيح يعني ده الناجح ما بيترددش في اتخاذ لماذا لا تقف طموحات الناجح عند حد ليه بقى وده السؤال ده مهم وبتقرر كتير في الامتحان لأنه يملك روح التحدي والمنافسة ما العناصر التي تساعد الإنسان على موجود العقبات هي العناصر الستة اللي هي عناصر النجاح اللي هي أول وأهم واحدة فيهم الثقة بالله والثقة بالنفس اتنين التواضع الثلاثة المسئولية أربعة المهارة خمسة الإبداع ستة الإسراء دول ستة عناصر بيساعدوا الإنسان على النجاح في الحياة بعد كده الدرس بتاعنا النهار ده احنا تعلمنا منه حاجات مهمة جدا أول حاجة أن الإنسان بيقابل وبيواجه في مراحل حياته صعوبات وعقبات كثيرة لكن لابد ألا يستسلم لها الإنسان كمان تعلمنا أن النجاح هو هدف الإنسان في الحياة هدف أي إنسان في الحياة هو النجاح وعلشان يحقق الإنسان النجاح ده اللي هو هدفه عليه أن هو يتحلى ويتصف بمجموعة من الصفات الصفات دي بتعينه وبتساعده على تحقق هذا النجاح هندخل بقى على تدريبات وأنشطة الكتاب اللي هو الكتاب المدرسي أول سؤال بيقول لي اقرأ الدرس ثم أجب اقترح عنوان آخر للدرس احنا الدرس بتاعنا اسم مفتاح النجاح عايز عنوان تاني هقول له مثلا النجاح هدف الإنسان أنت ممكن تحط أي عنوان أنت عايزه كيف يتعامل الإنسان مع العقبات التي تواجهه ودخدناها في الدرس هنقول هنا مواجهتها وعدم الاستسلام لها مواجهتها وعدم الاستسلام لها طب ما أهم عناصر النجاح الستة في رأيك في رأيك أنت أهمهم إيه ولا ماذا احنا هنقول أن أهمهم طبعا الثقة بالله والثقة بالنفس ليه بقى؟ لأن الثقة بالله هي أساس كل شيء لو الإنسان عنده ثقة بالله هيستطيع أن هو ينجح في حياته هيستطيع أن هو يعمل كل شيء صحيح ماذا تعلمت من هذا الدرس هنقول تعلمنا طبعا أن الإنسان بيواجه في مراحل حياته عقبات كثيرة وعليه يقال لا يستسلم لها وتعلمنا كمان أن النجاح هو هدف الإنسان في الحياة وتعلمنا كمان أن الإنسان علشان يحقق النجاح لابد أن يتحلى بمجموعة صفات اللي هي صفات الإنسان الناجح أو مفتاح النجاح العناصر الستة للنجاح تمام بعد كده بيقول لي حدد معنى كلمة ساعة في الجملتين هو جيب لي كلمة ساعة في جملتين اتنين بس معناه هنا مختلف عن هنا أنا حددتها من خلال سياق الكلام انتظرت صديقي ساعة وهنا بيقول لي لابست ساعة جديدة انتظرت صديقي ساعة الساعة هنا معناه جزء من الوقت اللي هو ستين دقيقة جزء من الوقت اللي هو ستين دقيقة أما المقصود بالساعة هنا اللي هي الآلة اللي بيعرف بها الوقت اللي بنبسة في ادينا الآلة اللي بيعرف بها الوقت اقرأ ثم ضع المطلوب في جملة احنا طبعا هنجيب المعينة لكن هيبقى كتير اول نحن نحط كل ده في جمل مفرد مسئوليات مسئولية مفرد قدرات قدرة مفرد اهداف هدف جمع عقبات جمع موقف مواقف وعنصر عناصر مراضف يستخف يستهيل ومراضف السبات الاسرار ومراضف هيئة صورة مضاد قربة بعدة ومضاد التقبر التواضع ومضاد قديمة حديثة بعد كده طبعا مديني شبكة مفردات كلمة النجاح فالنجاح طبعا هنقول مسئولية ومهارة واسرار وابداع كل ده حاجات متعلقة بالايه بالنجاح تدريبات كتاب الانشطة برضو المقرر ده علامة صح أمام الفكرة التي لم ترد في الدرس الفكرة اللي ما جاتش في الدرس بس هنحطه قدامها صح كل إنسان يحلم بالنجاح ده طبعا جات الثقة بالله والنفس والناس أولى عناصر النجاح دي جات تردد في القرار اللي لا يحقق النجاح دي جات النجاح يكون للعباقرة فقط يبقى هي دي هي دي اللي ما جات لناش في الدرس بتاعنا يبقى دي اللي هنعلم عليه بعد كده بيقول لي اكتب باسلوبة قائمة بالفكر اللي هي الأفكار يعني التي جاءت في الدرس مراعين على ميات الترك هنقول له بقى قائمة بالأفكار اللي جات في درسنا الإنسان يواجه في حياته عقبات كثيرة وصعوبات كثيرة وعليه أن لا يستسلم لها النجاح هو هدف الإنسان النجاح هو هدف الإنسان في الحياة ولكي يحقق الإنسان النجاح يعمل إيه بقى عليه أن يتحلى بمجموعة من الصفات بمجموعة إيه من الصفات التي تعينه على ذلك التي تعينه إيه على ذلك ده بالنسبة لإيه للفكر أو الأفكار اللي جات في الدرس هنشوف الصفحة اللي بعد كده هو هنا مديني كلماته هي وبيقول له أن احنا نحطها في إيه في جمل من عندك أنت جمل مفيدة يعني ضع مياتي في جمل من عندك السقة بالله مثلا فأقول السقة بالله هي مفتاح النجاح في الحياة التواضع هقول التواضح صفة من الصفات الحسنة المسئولية هنقول المسئولية تقع دائما على الوالدين في تربية الأولاد الإبداع هنقول فيها إيه المهندس له القدرة على الإبداع في العمل طب المهارة هنقول المهارة عنصر هام من عناصر النجاح الإصرار هنقول الإصرار على النجاح هدف كل تلميس إحنا كده دخلناهم كلهم في إيه في جمل سؤال بعد كده بيقول لي بالتعاون مع زملائك اكتب قائمة تضم أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان الناجح وتعلق بمجلة الفصل هنقوله بقى المهارة في أداء الأعمال المختلفة المهارة في التعامل مع الآخرين المهارة في تعلم كل جديد المهارة في مواجهة الصعوبات كل دي مهارات طيب تعالي نشوف السؤال بعد كده بيقول ذكر الكاتب ستة عناصر تعبد مفتاح النجاح الحقيقي تخير أحد هذه العناصر ونصر واحد بس يعني واسكر أمثلة مختلفة توضح أهمية هذا العنصر في نجاح الإنسان هنقول من العناصر التي تؤدي إلى النجاح الإصرار إحنا أخذنا الإصرار فالناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وإنما يمضي قدما في تنفيزه واثقا بقدرته على الوصول إلى هدفه كما أن الناجح لا تقف طموحاته عند حد لأنه يملك روح التحدي والمنافسة ويبزل قصارى جهده في عمله ويخلص فيه حتى يصل إلى غايته ويتغلب على كل الصعوبات طيب في سؤال حلو صريف أوي بقى كلمات من تقطع كده بيقول استخرج من الجدول كالمثال يعني هم استخرج أول وحدة من مفاتيح النجاح ومعناه السبات طبعا من مفاتيح النجاح ومعناه السبات اللي هو الإصرار ويجيب هالف أول وحدة الإصرار طب بعد كده طبعا مش هيبقى مرتب كده هيبقى في حروف زياد من مفاتيح النجاح ومضاد التقبر مضاد التقبر يبقى التواضع طب احنا بقى هندور كده لغاية لما نلاقي كلمة التواضع أه التواضع. اللي هي اخر حاجة تحت. اخر وحدة تحت التواضع. طيب بعد كده من مفاتيح النجاح ومعناه اليقين والاطمئنان اللي هي السقة. السقة اعتقد هي في الجنب دي. السقة. اهي. العمود ده بتاع السقة. طيب تمام. بعد كده بيقول لي آآ جمع عقبة. عقبات اهي. عقبات اللي هو العمود دوت عقبات. طيب مفرد مفاتيح مفتاح. اهي العمود دوت مفتاح. العمود دوت هو كلمة مفتاح. اه ابتكار واختراع ابداع. اه قدامنا ابداع. ابداع اللي هو العمود دوت. تمام. آآ بعد كده اتقان واجادة معناها مهارة. اتقان واجادة يعني مهارة. ومهارة اهي. ما هو راح موجودة هنا. طب في النهاية يطلع معي حروف انا ما خدتهاش. مش موجودة معايا. آآ يعني هنا مسلا مش مديني كلمة كاملة. فانا لو انا خدت المس وبعدين خدت معيها. وولية. فهي لا بيقول لي. ادمج الحروف المتبقية بعد كل اللي انا خدته في حروف متبقية. ادمجها ما بعضها فهتطلع في النهاية خلاص اطلع لي اسم مفتاح اخر من مفاتيح النجاح. وهيطلع هو المسئولية. تمام? طيب تعالوا بقى ندخل على تدريبات وانشطة سلاح التنميزي كتاب الخالي. آآ تأكد من فهم من فهمك للدرس. ده علامة صحة او خطأ. لا يواجه الانسان في مراحل حياته عقبات كثيرة. خطأ طبعا. آآ يجب الا يستسلم الانسان للعقبات التي تواجهه. صح? الوصول للنجاح يحتاج الى مجموعة عناصر صح? الناجح لا يملك دوما القدرة على الابتقار غلط? الناجحون ماهرون في اعمالهم صح? الناجح يتردد في اتخاذ القرار الصائب? غلط طيب. يلا نشوف السؤال بعد كده. اختر الصواب مما بين القوسين. الناجح لا ايه بنفسه او بالناس لا يستهين. من تكبر هانت صورته في العيون وخسر ايه? خسر نفسه. الناجحون يتميزون بقدرة وفائقة على قبول كل ايه? كل جديد. الناجح يسق بقدرته على الوصول الى ايه? الى هدفه. بعد كده هنوصل اختر من العمود? الف ما يناسبه من العمود به. من توضع لله ايه? ارتفعت منزلته في النفوس. ارتفعت منزلته في النفوس. لكل فرض من افراد المجتمع مسئولية ايه? عليه ان ينهض بها وقاله يقصر فيها. طيب الناجح لا يفكر الا في كل جديد. وايه كمان? ولا ينشغل الا بكل مفيد. الناجح لا تقف طموحاته عند حد ليه? لانه يملك ايه? روح التحدي والمنافسة? هندخل على السؤال اللي بعدين. هات ما يأتي في جمل من عندك? برضو هنجيب المعاني والمضاد وكله. بس الجمل برضو هتلقى كتير. معنى عقبات صعوبات. معنى يستسلم يخضى. معنى يتطلع يطمح. آآ طبع معنى خلقة. آآ مضاد يواجه يستسلم. التواضع ضده التقبر. الابتقار ضده التقليد. والاسراط ضده التردن. بعد كده جمع كلمة اداء. اداء. كلمة دي اداء. مش اداء. اداء. جمع اداء. اداءات. اداءات. جمع هدف اهداف. جمع التحدي التحديات وجمع حد حدود. طيب آآ هناخد بقى المفرد. مفرد مراحل مرحلة. مفرد عقبات عقبة. مفرد منتجين منتج. ومفرد طموحاته طموحه. نخلنا في الصفحة اللي بعدها. وحنشوف الاسئلة لمعنى ايه? آآ اقرأ ثم اجب يواجه الانسان في مراحل حياته عقبات كثيرة. عليه قال يستسلم لها وهو يتطلع الى المستقبل. ويحلم بالنجاح. فالنجاح هدف الانسان. هات من الفقرة دهية. كلمة معناها يطمح. يطمحوا. يطمحوا معناها يتطلع. يتطلع. ليه هي دي? نحن نطلع الكلام ده من الفقر. كلمة مضادة الفشل النجاح. اللي هي كلمة دي. كلمة مفردها مرحلة مراحل. اللي هي دي. مراحل هي. آآ طيب بعد كده بيقول لي ما الذي يواجهه الانسان في مراحل الحياة? عقبات كثيرة. طيب وما واجبه نحوها عليه قال لا يستسلم لها. ما هدف الانسان في الحياة? هدف الانسان في الحياة النجاح. وماذا يحتاج لتحقيقه? يحتاج مجموعة من العناصر اللي هي عناصر النجاح. حل للكلمات الاسية لما قطع الصوتية. مديني مراحل وعقبات واستسلم. فانا عندي الحرف ما المين متحركة تبقى لوحدها. واللي عندي حرف مد. المد والممدود هيجو مع بعض اللي هو الراح والالف. وبعدين الحاة متحركة تبقى الوحدة واللوم متحركة تبقى الوحدة. بعد كده عقبات. الان متحركة الوحدة. والقف متحركة تبقى الوحدة. وعند الالف حرف مد. هياخد الممدود اللي هو البيه. فهيبقى الالف والبيه مع بعض. والتاق متحركة تبقى الوحدة. بعد كده يستسلم يستسلم. انا عندي الحرف الساكن طبعا ما بيجيش لوحده بيجي مع اللي قابله يبقى ليهو السم مع بعض يستس يبقى ليهو السم مع بعض وهتيهو السم مع بعض برضو يستس لم انا عندي اللم متحركة تيجي الوحدة والمين متحركة تيجي الوحدة تمام بعد كده بيقول لي حدد معنى يمضي في الجملتين برضو نفس اللي احنا خدناه في كلمة ساعة انا عندي اه جايب لي يمضي في جملتين بس المعنى مختلف المعنى ايه المعنى مختلف فهنا بيقول لي ايه يمضي الرجل على عقد الباية يمضي بيمضي على العقد يعني يوقع يمضي هنا بمعنى يوقع يمضي العمر بسرعة يمضي يعني انقضي ينقض العمر بسرعة هنا بيقول لي اقرأ ثم اجب ولكن الوصول الى هذا الهدف يحتاج الى مجموعة عناصر تعينه على مواجهة الحياة وتساعده على الوصول الى النجاح وهذه العناصر الستة مفتاح النجاح الحقيقي وهي الاول الثقة بالله والثقة بالنفس فلا يقنط الانسان من رحمة الله ولا يستهين بنفسه او بالناس لان الانسان طبع على الخير القطعة كده خلصت هنبدأ نسأل على اسئلة هات معنى الثقة معنى الثقة اليقين مفرد عناصر عنصر جمع مفتاح مفاتيح ومضاد تعينه تخزله ما الذي يعين الانسان على مواجهة الحياة ويساعده على الوصول الى النجاح كما فهمت من الفقرة احنا كدبنا هنا اه طبعا اللي بيعينه مجموعة من العناصر مجموعة من العناصر هي عناصر النجاح طيب معي يا جيم كيف تكون الثقة بالله تعالى وكيف تكون الثقة بالنفس الثقة بالله اللي هي اللي يقنط الانسان من رحمة الله اما الثقة بالنفس فهي اللي يستهين الانسان بنفسه او بالناس طب بعد كده بيقول لي اكمل طبع الانسان على ايه طبع الانسان على الخير وיחنا قلنا طبع يعنى خلقة اكمل شبكة مفردات كلمة الخير يعايزين حاجات تكون خير التعاون التصدق حب الناس مساعدة الاخرين نصحة الغير الدعاء للغير كل ده بيعتبر ايه بيعتبر ضمن خريطة كلمة الخير السؤال بعد كده بيقول لي اقرأ ثم اجب والثاني التواضع فمن تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس ومن تقبر هنا صورته في العيون وخسر نفسه اكمل معنى منزلته مكانته ومفرد العيون العين وجمع صورة صور ومضاد خسرة كسبا صفحة اللي بعد كده اكمل التواضع هو العنصر الساني من عناصر ايه من عناصر النجاح كارم بين اصر التواضع واصر التقبر على الفرد كما فهمت من الفقرة موجود معنى طبعا في الفقرة التواضع بيرفع منزلة الفرد في النفوس اما التقبر طبعا من خلاله بتهون صورة الفرد في العيون وبيخسر نفسه بعد كده معايا خريطة كلمة هانت نوعها طبعا فعلا زي ما احنا شايفين فعلا ماضي معنى هانت ضاعت منزلته ومضادها عظمت والكلمة في جملة هنقول هانت صورة الكذاب في العيون بعد كده بيقول لي اقرأ ثم اجب والسالس المسئولية اذ ان لكل فرد من افراد المجتمع مسئولية عليه ان ينهض بها وقال لا يقصر في ادائها والرابع المهارة فالناجحون ماهرون في اعمالهم يقنون دائما على اتم الاستعداد لدخول اي تجربة هاد معنى ينهض معنى ينهض يقوم جمع مسئولية مسئوليات ومفرد افراد فرض به بيقول لي لكل فرض من افراد المجتمع مسئولية فما الواجب عليه نحوها هنقول طبعا ان ينهض بها وقال لا يقصر في ادائها وقال لا يقصر في ادائها تمام بما يتميز الناجحون كما فهمت من الفقرة بانهم طبعا ماهرون في اعمالهم ودائما على اتم استعداد لدخول اي تجربة استخرج من الفقرة السابقة اللي معايا دي مضاف اليه هي هنقول كلمة فرض طبعا لان اي كلمة بعد كله بتبقى مضاف اليه جملة اسمية فناجحون ماهرون مبتدأ وخبر جاروا مجرور هنقول من افراد جمع تكسير اعمالهم وعندي افراد كمان بس انا عشان ما اقررش هنا افراد وهتبقى هنا افراد افراد واعمالي جمع بذكر سالم عندي الناجحون وعندي ماهرون تمام بعد كده قطع تانية بيقول لي اقرأ سمقاجب والخامس الابداع فالناجح يملك فالناجح يملك دوما قدرة على الابتقار والابداع فلا يفكر الا في كل جديد ولا ينشغل الا بكل مفيد والسادس الاسرار فالناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وانما يمضي قدما في تنفيذه واثقا بقدرته على الوصول الى هدفه لا تقف طموحاته عند حد لانه يملك روح التحدي والمنافذة اكمل ما يأتي معنى الاسرار السبات جمع القرار القرارات مضد الصائب الخطأ فيما يفكر الناجح وبما ينشغل بيفكر طبعا في كل جديد وينشغل بكل مفيد لماذا لا تقف طموحات الناجح عند حد ليه؟ لانه يملك روح التحدي والمنافذة اكمل كلمات على نفس الوزن الابتقار الازدهار الانتصار الاعتذار وفي كلمات تانية كتير صفحة لبعد كده بيقول لي من خلال فهمك للدرس تصنف الكلمات الاتية في الجدول التالي التواضع الكسل الاهمال الاسرار المهارة اليأس التردد المسئولية وهنا بيقول لي هنطلع عناصر النجاح من دول ونحطها هنا وعناصر الفشل ونحطها هنا طبعا احنا هناخد من عناصر النجاح من الكلمات دي هناخد التواضع والاسرار والمهارة والمسئولية عناصر الفشل اللي موجودة هنا الكسل والاهمال واليأس والتردد بعد كده بيقول لي ضع علامة صحة امامه فيه سؤال برضو 11 بيقول لي تحدث امام زملائك عن صفات الانسان النجح في الحياة برضو انا عمل لها لك تحت صفات الانسان الناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وانما يمضي قدما فيه تنفيزه وثقا بقدرته على الوصول الى هدفه كما ان الناجح لا تقف طموحاته عند حد لانه يملك روح التحدي والمنافسة ويبزل قصارى جهده في عمله ويخلص فيه حتى يصل الى غايته تمام السؤال اللي بعد كده بيقول ضع علامة صحة امام الفكرة التي لم ترد في الدرس بس مش كلهم من توضع ارتفعت منزلته في النفوس دي موجودة الناجح يملك قدرة على الابتقار والابداع دي موجودة يحتاج الانسان الى الحظ لكي يصل للنجاح يبقى هي دي دي مش موجودة في الدرس بعد كده معايا الناجحون يا مهرونة في عملهم دي موجودة يبقى انا هياخد دي جيم دي هعلم سطة صحة ضع مكان النقط علامات الترقيم المناسبة في كل جملة من مئتي من توضع اللي ارتفعت منزلته في النفوس ومن تكبره بنحط هنا فصلة ومن تكبره هنا صورته في العيون وخسره نفسه ونحط نقطة الناجح يملك دوما قدرة على الابتقار فصلة والابداع وبعدين النقطة اكتب لافتة تضم عناصر النجاح وعلاقة في فصلة لافتة هنعمل بقى زي مستطيل كده وحنكتب فعل عناصر السبتة اللي احنا خدناه طيب اخر صفحة معايا اللي هي امتحانات اسئلة من الامتحانات في الاعوام السابقة عن نفس الدرس دو من موضوع مفتاح النجاح اقرأ ثم اجب يواجه الانسان في مراحل حياتية عقبات كثيرة عليه الله يستسلم لها وهو يتطلع الى المستقبل ويحلم بالنجاح فالنجاح هدف الانسان ولكن الوصول الى هذا الهدف يحتاج الى مجموعة عناصر تعينه على مواجهة الحياة وتساعده على الوصول الى النجاح هات معنى عقبات معناها صعوبات مضد يستسلم يواجه جمع حياة حيوات ما هدف الانسان هدفه النجاح وماذا يحتاج للوصول الى هذا الهدف يحتاج الى مجموعة من العناصر هي عناصر النجاح مديني خريطة كلمة تعينه تعينه طبعا فعلا زي ما احنا شايفين فالمضارع معنى تعينه تساعده مضده تخزوله ولو دخلناها في جملة هنقول يحتاج الانسان عدة عناصر تعينه على النجاح بعد كده من موضوع مفتاح النجاح اقرأ اسمه اجب فالناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وانما يمضي قدما فيه تنفيذه واثقا بقدراته على الوصول الى هدفه لا تقف طموحاته عند حد هات معنى الصائب الصحيح مضد يتردد يصر جمع حد حدود بما يتميز الانسان النجاح في ضوء فهمك للفقرة لا يتميز بانه لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وانما يمضي قدما فيه تنفيذه واثقا بقدراته على الوصول الى هدفه لا تقف طموحاته عند حد تمام كده ليه بقى لانه ليه طموحاته ما تقفش عند حد بس سؤال بعد كده لما لا تقف طموحات النجاح عند حد لانه يملك روح التحدي والمنافسة والحبتة دي بزدات عولته مهمة ونركز عليها اولا طيب معايا كده كطعة قراءة متحررة اقرأ ثم اجب متحررة يعني القراءة ديش موجودة عندك في الدروس القراءة اغزاء للروح وتسقف للعقول وتنمية لمعاير في الانسان ولكي تكون القراءة مفيدة يجب على القراءة ان يكون منتبها لما يقرأ وقراءة الموضوع اكثر من مرة مفيدة قراءة الموضوع اكثر من مرة مفيدة وعلم ان القراءة وسيلة للتسلية وقضاء الوقت في شيء مفيد تخير الاجابة الصحيحة مما بينك وسائل معنى مفيدة يعني نافعة مفرد العقول العقل جمع وسيلة وسائل اكمل بكلمة مناسبة هنطلعها برضو من القطعة دي القراءة غزاء للروح ايه في الاول على طول القراءة وسيلة لقضاء الوقت في ايه في شيء مفيد دي تحت خالص في شيء مفيد ماذا يجب على القراءة لتكون القراءة مفيدة يجب ان يكون القراءة منتبها لما يقرأ وكمان قراءة الموضوع اكثر من مرة دي يعتبر شيء مفيد قراءة الموضوع اكثر من مرة دي شيء مفيد كده يبقى احنا انتهينا نشرح الدرس بتاعنا النهاردة اللي هو مفتاح النجاح حلينا كل التدريبات الخاصة به طبعا معايا هناخد كل الدروس ان شاء الله هنشرحها ونحل تدريباتها وكمان هنحل لماذا بالامتحانات اللي في الملحق الصغير ويا ريت لو عجبنا الفيديو ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة الناس اللي مش مشتركة واتفعل الجرس عشان توصل لها اشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة واشوفه في فيديو اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة